ومع بداية التدولات في الأسواق العالمية لهذه الجلسة نقف مع تحركات بعض الأصول والتحركات وتحركاتها الفنية وتحليلا ينضم إلينا في الستوديو سيد هاني أبو عقلة محلل الأسواق مالية ورئيس قسم الأبحاث في أسواق المال دوت كوم أهلنا بك معنا على شاشة نبسي عربية نقف اليوم على تحركات بعض الأصول وبطبيعة الحال نبدأ من مؤشر الدولار التي كنا شاهدنا عليه بعض الحركة متذبذبة مؤخرا يعني الآن بالنسبة لهذه المستويات برأيك القناة التي قد نشهدها للدولار الأمريكي في الوضع الرهن نعم شاهدنا بعض الصعود من مستوى 90 للإندكس الدولار وصول إلى 114 منها بدأ الهبوط العنيف تقريبا وهو تصحيح 61 في بوناتشي لكل الحركة السابقة فهو تصحيح طبيعي جدا الآن بنشهد مستويين وهو 105.7 و101.6 أسفل هذا المستوى سوف يذهب دولار إندكس إلى مستوى 61 في بوناتشي ما بين 90 و98 إذا أكمل فوق 105.7 سوف نشهد الصعود القادم للدولار يعني ربما حركة الدولار كذلك يتبعها عدد كبير من الأصول الأخرى كيف يتحرك الدولار لدينا الذهب بطبيعة الحال والعلاقة التي كنا نشهدنا استفاد من ضعف الدولار الأمريكي الآن هذه المستويات مستهدفات الألفين كل ما نطلع عندها نوعا ما نعود ونتراجع وربما يتتفاعل مع آخر التطورات تحديدا مؤخرا أزمة القطاع المصرفي العالمي ولكن برأيك إلى أي مدى بإمكان الذهب الصعود فوق هذه المستويات واستقر عندها لفترة أطول شاهدنا على الذهب مستوى هابط تم كسره بسيولة عالية في نوفمبر وعمل دابل بوتوم الآن أعاد اختبارها في فترة وكل هذا الصعود من مستويات إلى مستويات 1960 الهبوط السابق الذي رأيناه كان بسبب أرقام الـ NFV القوية جدا ارتكز عليها الذهب في 1804 وعمل كل هذا الصعود الصعود هذا كان هدية 70-80 دولار من سيليكون فالي بانك و70-80 دولار أخرى من كريتسويز ووصل إلى مستوى الألفين وهو مستوى حساس ومستوى قوي جدا الآن نشهد بعض الهبوط على الذهب أي كسر أسفل 1936 سوف نشهد هبوط على الذهب لكن الاستقرار فوق مستوى ألفين ممكن نشهد كسر لمستوى ألفين وسبعين السابق يعني ربما ليس فقط الذهب من شهدنا عليه بعد الدخول ولكن حتى العملات المشفرة وعلى الرغم أنها مؤخرا كانت حركة عرضية عليها نعود ونشهد هذه الارتفاعات الآن الرهانات تعود من جديد على العملات المشفرة برأيك الآن مستهدفات البيتكوين أو القنوات التي قد نشهدها هل سوف نشهد أعلى من 27 أم مزيد من التراجع من الارتفاعات عن هذه المستويات طبعا نشهدنا الوتد الهابط كان على البيتكوين وتم كسره بسيولة عالية جدا وتم الصعود إلى مستويات 24 ألف هبط منه قليلا وثم استمر في الصعود الهبوط الأخير كان قبل سيليكون فالي بانك فشهد الصعود القوي للبيتكوين هذا كان بدعم بعدم الثقة في النظام التقليدي البنكي والآن نشهد مستويات 27 أم 28 أم الصعود القادم هو فانديمنتل إبحت شهدنا دخول شركة عملاقة في الديلتي بعملاء 35 أم 37 مليون تقريبا وسيولة تقريبا 400.5 ودايع هذا يدفع البيتكوين إلى الصعود أكثر لكن نحن أمام مساويات 30 ألف و32 ألف وهذا منطقة سبلاي ممكن نشاهد الهبوط منها للبيتكوين أو الصعود إلى مساويات 35 أم 36 كل الأساسيات توضح أن البيتكوين على صعود لدينا سلع أخرى نتحدث عن أسعار النفط التي شاهدنا عليها كذلك التذبذوبات كانت قوية أسعار النفط خام برينت الذي فقد مستويات مهمة كنا نشاهدها برأيك هذه القناة السعرية الهبطة إلى أي مدى سوف تستمر في ظل آخر تطورات شاهدناها ليس فقط من ناحية الأزمة المصرفية العالمية ولكن حتى بعد تصريحات الأخيرة الوزيرة الطاقة الأمريكية التي كانت تشير بأن ملء الاستراتيجي النفطي سوف يتخذ سنوات كبيرة صحيح الهبوط كان واضح جدا قناة سعرية هابطة مستمرة من فترة طويلة جدا من آخر مستوى شاهدناها على البرينت 124 وكان مستوى قبلها 138 لكن الآن نشهد مثلث متماثل مستمراري للحركة الهابطة وشاهدنا 12 إلى 15 في المئة هبوط مع أزمة البنوك العالمية الآن نرى أنه تحت مستوى 77 وهذا يمثل ضغط على النفط بالهبوط إلى مساويات 62-60 وهي منطقة 61 في بوناتشي على الشرط الأسبوعي ما الذي يدعم هذا الهبوط من ناحية أن العودة للصين لم تكن عودة قوية كان متوقع عودة قوية للصين فقل الطلب كذلك في أسباب أخرى من عودة روسيا كان فيه تخفيض كان مطلوبا أن يكون فيه تخفيض قوي من روسيا لكن لم يحصل أسباب أخرى مصافي مصافي في أمريكا الآن دخلت في فترة صيانة مما جعل يو اس أن تكون ثالث أكبر مصدر في العالم للخامل يعني ربما اختلفت الأسباب لتحركات التي شاهدنا على أسعار النفط مؤخرا حتى بالنسبة لأسواق الأسهم شاهدنا عليها تذبذبات وترقب أكبر لهذه التطورات الأخيرة الآن نتحدث أكثر عن توجهات الفنية لمؤشر نازدك صحيح شاهدنا على نازدك ترند هابط تم كسره وتكوين دابل بوتوم والآن تم الصعود الصعود الآن يمثل شكل فلاق صاعد ويستمر الصعود بكسر هذا المستوى مستوى 12700 يمكن لنازدك أن يستمر إلى 13500 لماذا نازدك بالذات بعيدا عن بقية المؤشرات لأنه ليس متأثر كثيرا بأزمة البنوك عليه شركات تكنولوجيا ثقيلة جدا والأرباح قادمة في شهر إبريل ويمكن بسبب اللي أوف والتوفير في الانفاق الرأسمالي يمكن أن يجعل هذه الشركات تحقق أرباح ويصعد هذا المؤشر سوف نكون في مراقبة كل هذه التطورات في ظل أربما تطورات العالمية التي لا تزال تؤثر على توجهات المستثمرين لبعض الأصو نشكر دائما أن توجدك معنا هاني أبو عقلة وأنت محل الأسواق مالية ورئيس قسم الأبحاث في أسواق المال دوت كوم شكرا لتوجدك معنا شكرا ومشاهدين بهذا نتنا نهاية فقر التحليل الفني لهذا الأسبوع وكالعادة نذكركم بأن سين بيسي عربية ليست مسؤولة عن أي ربح أو خسر وهذه مجرد تحليلات لتحركات الأسواق والمشاهدين هاتف موسيقى